أكد السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي أن مملكة البحرين تعد نموذجا عربيا وإقليميا ودوليا في ترسيخ مبدأ احترام الأديان والتعددية المذهبية وهي تسير على نسق واحد معززة لهذه المبادئ والأسس الإنسانية بقيادة جلالة ملك البلاد المعظم وأثناء العسومي بمناسبة ختام موسم عشراء على جهود البحرين في تعزيز تعددية المذهب واحترام الشعائر الدينية بما يترجم القيمة الإنسانية العظيمة التي تقدمها المملكة في هذا المجال وأشار العسومي إلى أن تضافر جميع الجهود بين مؤسسات الدولة كان له الأثر الكبير في نجاح موسم عشراء مثمنا التعاون التام الذي تم خلال موسم عشراء بين وزارة الداخلية والأوقاف الجعفرية ورؤساء المآتم وهما عززا من نجاح خطة الحكومة لموسم هذا العام ترجمة نانسي قنقر